السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي معكم مصطفى محمود وقناة Learn to Change والسلسلاتنا How to Learn English Easily والنهاردة هننكلم عن موضوع Exciting و Interesting ليكم وهو Some confusing words in English بعض الكلمات اللي أنا شخصيا لما كنت صغير شوية كان بتلبطني وبتحيرني وكنت دايما بتساءل أمطقها ازاي يعني مثلا زي Mathis زي Close وزي Mouse تعال نشوف بقيت الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ايه أخباركم مع مين ايه اتمنى تكون الهمة شغالة ومتابعين ومذكرين وبتسجله دايما وابدا نفتكره ان العقل بينسى لكن الالم ما بينساش دايما وابدا خليلك نقط سجل فيها اي معلومة تعدي عليك عشان تقدر بعد كده انك انت ترجع لها في اي وقت دماغك تبقى صفية فيه وقدر انك انت تحصل النهاردة هنكلم عن some confusing words كانت انا شخصيا كان بتحيران كتير لما كنت صغير وكنت دايما بتلغبط هي نطقها ايه وليه لان دايما انا مؤمن بان الانسان عدو ما يجهل انت دايما لما متعرفش السبب ورا الشيء ما بيثبتش في دماغك ده خصوصا الناس المنطقيين اللي بفكروا بالمنطقة ان لازم يبقى بالنسبانهم السبب واضح علشان المعلومة تثبت في دماغهم ويقتنعوا به فانا دايما الحمد لله ادتتدور ويعني لحد دلما على قدي وصلت لحلول لبعض الكلمات نمبر وان عندي كلمة ماث انا بلقى كلمة ماث مرة من غير اس ومرة بلقاها باس طيب يا طرى اللي اتنين ماث ولا في فرق في فرق اول كلمة ماث تاني كلمة ماثس ماثس فرق في المعنى مفيش دي رياضيات ودي رياضيات ولكن كل الفرق ان كلمة ماثس التانية هي عبارة عن ابريفياشن عبارة عن اختصار لكلمة ماثيماتيكس ماثيماتيكس فبالتالي الاس اللي موجودة في الاخر دي مش جمعة ولا حاجة ده عبارة عن اختصار فبالتالي الاس الاخيرة دي خاصة بالاختصار فالفرق في النط ان دي ماث ودي ماثس تاني حاجة الكلمة دي اللي احنا عارفينها كلنا ها اسمها ايه اغلبكم نطاقها بشكل مستليم هي ليها اكتر من نطة لها ثلاث طرق للنطق اتنين بريتش واحدة امريكن انا دايما بدور على الاسهل ومش هعرض لكم غير الاسهل يعني انا مش هدوش دماغكم وعرض لكم التلاتة انا هعرض لكم الاسهل والصح تمام؟ الكلمة دي تتنطق close close طبعا دي كلمة ملابس close زي close the door نفس نطق كلمة او verb close close يغلق فالاتنين نفس النطق close وتبقى متأكد مليون امية ان انت بتنطق الكلمة صح لأ وكمان بتنطقها امريكا يعني مفيش حتى يتكلم معا فبالتالي الكلمة دي اسمها close طب ازاي مستر دي اخرها اس جمع يعني انا منطقش الاس ازاي ودي اس جمع خليني يعني اسألكم سؤال صغير خالص الكلمة دي المفرد بتاعها ايه؟ زكتها جمع وانا متفق معاك ان هي جمع فعلا ايه المفرد بتاعها؟ ملهاش مفرد يعني هي عبارة عن collective noun اسم يدل على جمع فبالتالي هي فعلا جمع ولكن ليس لها مفرد فبالتالي الكلمة الاس الاخيرة اللي فيها دي اس اصليا من الكلمة وليست plural اس مش اس جمع فالكلمة close فتقول لي my clothes are clean my clothes are dry فهي تاخد are او تاخد اي plural verb اي اس اي فعلا جمع اتفقنا يبقى الكلمة دي اسمها close دايما او قبل نفتكر انا عارف هما كان بينطقها لنا ازاي واكيد الخطأ راسخ بالدماغ لكن شوية 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 بالممارسة انك انت تصرر انك انت تقول صح هتوصل انك انت تنتقى صح يبقى close كل كلمة دي word family ديها عائلة تعالوا نفصل اكتر بس ما يعني اتمنى انتو not to get confused ما انت تلغبطوش تعالوا نقول ايه الفرب من الكلمة دي الفرب close يعني يلبس مش يرتدي ولكن يلبس close close يعني تيجي تقول لي I close my baby I close my baby انا بلبس الطفل بتاعي طبعا لو هحاوله هاتو بقى ايه mom clothes her baby الله ما هو ما انت قلت ما تنطاقش لا اخد بالك هنا الفرب close جاه في ال present sample مع third person pronoun او subject mom فبقى mom clothes her baby ماما بتلبس الطفل بتاع clothes clothes بتلبس طبعا هنلقى كمان الكلمة دي منها كلمة cloth cloth يعني قماش بتكلم عن material اللي بتصنع منها الملابس وكلمة cloth عشان هي material فيها un countable غير معدودة يعني the cloth is expensive the cloth is expensive جميل وهلقى كمان الكلمة دي منها clothing 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 هنا يعني الطاقم اللي انت لابسه مش ملابسك كلها لا الطاقم اللي انت لابسه فاقولك كده your clothing is formal it suits a wedding party your clothing الطاقم بتاعك is formal رسمي it suits a wedding party بتناسب حفلة الزفاف اللي احنا فيها يبقى clothing اللي هو الطاقم اللي انت لابسه يبقى احنا كده فرقنا ما بين clothes ودي الاهم اللي انها دي الشائعة والدامة منتلغبط فيها we clothed we cloth we cloth we clothing و singler او ال verb cloth لما يجمع third person subject بقول clothes clothes طعا تعالوا نتنقل على الخطوة اللي بعدها bath bath يعني ايه bath bath يعني حمام تمام او shower bath وطبعا دي كلمة مفرد زيها زي مثلا كلمة mouth thumb زيها زي كلمة month شهر كلهم بينتهوا ب th طبعا ايزا حاولهم من مفرد لجمع to plural هعمل ايه هاضف اس فباث هتبقى bath mouth هتبقى mouth month هتبقى months يعني الاس بتاعت الجامعة لغة th تماما bath bath mouth mouth month month months فممكن نقول مثال كده ونقول i take a bath daily just one bath or i take three baths daily three baths ثلاث شوارات three showers طب هنلقى كمان ان كلمة bath في منها verb يعني يستحمى اللي هو ايه ترى نفس الكلمة وهضف لها ايه في الآخر فهتصبح bath bath لان احنا لو تفتكروا وقلنا ان th لما يجي بعدها لازم تتنطق th اوكي فبالتالي bath يعني يستحمى فهلقاها she baths زي cloth ايوة she baths فما اعتقدش ان baths دي هي الجامعة بتاعباث لا the verb في البريزن سيمبل معشي يبقى انها كان say لو اقول نفس المثال اللي استخدم فيه بعث هقول i baths once a day i baths once a day ولو هستخدم بقى baths هقول my brother baths baths once a month my brother baths once a month فيه كمان كلمتين كان فيه حد سألني عنهم كلمة criteria اللي هي معايير يا طرح دي جمعوا انا مفرد وهل ليها مفرد؟ طبعا ليها مفرد كلمة criteria دي قاعدة موجودة اولا المفرد بتاعها هي a criterion يعني معيور هل ان اخرها o and فبالتالي منطقة البساطة a criterion هتبقى criteria criteria معايير يعني ال o and تحولت ل a فحولت الكلمة من singular ل plural طبعا ده تبع regular plural هنلعني فيه كلمة تانية على نفس المقياس كلمة phenomenon phenomenon برضو عبارة عن جمع يعني عبارة عن ظاهر فبالتالي المفرد بتاعها a phenomenon a phenomenon برضو اخرها o and فتتحول a فتبقى phenomenon يبقى a criterion معيار criteria معايير a phenomenon ظاهرة phenomenon ظاهر فطبعا دي حاجة انا حبيت اشير ليها اتمنى ان احنا نكون قدمنا شيء اسعدكم وكان شيء وخفيف على قلبكم نلقاكم في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته